مثال هو الدولار ده سعره حقيقي لا مش سعره حقيقي فيه مضارب على الدولار وفيه مضارب على الدهب لا الدهب حقيقي ولا الدولار حقيقي ويش عشان يوصلوا زي ما قالوا 70 ولا 75 عشان على امل انه طالع لمية مش طالع لمية مش طالع هو نازل النهاردة بتشوف ارقام من بارح 55 54 50 اقل من 50 كمان نزل اقل من 50 وهينزل تاني الدولار لانه لابد ان يكون هناك بالمناسبة لازم امر واضح لنا كلنا لا يكون هناك سوق موازية ابدا في مصر لا دولار ولا دهب ولا اي شيء ولا اي سلعة يتم المتاجرة بيها وتحويل العملة الى سلعة تباع وتشترى وحد يحدد في وقت من اوقات كده السعر النهاردة كام فيش حاجة اسمها كده في مصر فيش دول في العالم فيها النظام ده غير هنا فده لابد من وكيته بمنتهى القوة ولكن خلينا نرجع الحكاية شوية الورا ولابد نعترف بخطأ مش عيب لو احنا ارتكبنا خطأ نعترف ان احنا فيه اخطاء ارتكبنا عشان نصل لهذا الامر ايه هو الخطأ ببساطة حضرتك النهاردة انا بستورد حديد انا راجل عندي مصلح حديد بمتلكه بحتاج مادة خام بلد بساورتها او غيرها بروح عايزة جماعة دولار لا ما عندش دولار طيب ما عندكش دولار نقف عند الحديد انا راجل بسنع مثلا ايه يعني اي شيء اي منتج مش عايزة اتكلم على حاجة ما حدده يعني اي حاجة بروح حتى لو يعني اقول ايه مثلا ما يود الخامل اي لأي صناعة الدولي فلوس ما عندناش فلوس عربيات ما عنديش انا راجل عايز اشتغل ما عندي عمالة وعندي فلوس مطلوبة مني وعندي اتفاقيات وعندي حاجات لازم اوفرها فهجيب المواد الخام باي سعر فاروح السوق السوداء الاقي فيها الدولار بغض النظر كام هو انا باجيبه من السوق السوداء لان انا لن اتحمل انا كصاحب مصنع او تاجر او بقال او اي شيء لن اخسر مش اخسر هجيبه بعشرة حلو جبته بعشرة والعشرة دول وهم يصحق عشرة مثلا انا بدي مثل عشان يقولك عشرة لا بدي على سبيل المثال هجيبه بخمسة وتلاتي باجيبه باربعين جنيل الدولار المبلغ دا كله الفارق كله هنا اي مبلغ بشري بيه انا بحمله على المواطن مفيش واحد ابدا هيشتري دولار من السوق السوداء عشان يجيب مواد دخام يستورد مواد دخام الا ويتحمل المواطن هذا الفارق الا انا خليت التاجر والمستورد في اي شيء لو هيجيب امح مستورد قطع خاص عشان العيش والفرنجي والفين هيستورد حضرك هتفتكر هيدهولك بكام يعني لبن حتى لو لب جيبنا مثلا رؤوس ما شيء مثلا اي فراخ مثلا لحمة اي شيء اي حاجة هتجيبها بالغالي انا تسببت في هذا الامر فخليت كل واحد مستورد يجري على السوق السوداء ايا كان الرقم فاطلعنا السوق السوداء عشان اجيب دفعت انسي روح السوق السوداء ياخد منها دولار ويتفع الدولار بالارقام اللي عمرنا مشوفناها في التاريخ فكان في جزء خطأ ان احنا عملنا الامر ده لابد ان يعاد تصحيحه اكتر من حد النهاردة من الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال كانوا بيتكلموا معايا كتير يعني يصحح ازاي الامر حضرتك صاحب مالك مصر حديد اللي تكلمت بشوية بقى انا بدي بس على سبيل المثالي يعني بس باعتبار لحديد اغلع حاجة النهاردة اشتركوا في القناة